مرحبا بكم نرحب بكم في برنامج جديد اسمه خلف الهضاب أنا أخوكم عبد الفادي وأحب أعرفكم السبب الذي أنا والمجموعة قررنا اختيار هذا الاسم للبرنامج خلف الهضاب لأنني أنا جيت من السعودية وفي السعودية مشهورين جداً إحنا عندنا صحراء وعندنا هضاب رملية ومن الأشياء التي كانت تلفت انتباهي من ناحية الهضاب أنها بتتحرك أحياناً في النهار لما يكون في رياح أو حتى في الليل كنت أنا روح أطلع للصحراء وأخيم هناك لفترة وأحياناً نصح الصباح وألاقي أنه الهضبة التي كانت جنب الخيمة انتقلت من مكان لمكان وأحياناً تلفت انتباهي أنه أشوف أشياء برضو خلف هذا الهضاب ما كنت شايفها لأنه الهضبة كانت مغطيها أحب أن أنا ألفت انتباهنا للمعنى الروحي من وراء هذا الاختيار أو من وراء هذا العنوان الذي قررنا ناختياره لهذا البرنامج المغزى من كلمة خلف الهضاب اللي أنا أحب أتكلم عنها هو أنه إحنا جينا من خلفية إسلامية وأحياناً كنت أتذكر لما أسأل عن أي شيء في الإسلام تجيني إجابات كثيرة ومختلفة إجابات متغيرة لكن لما الآن اتبعت المسيح وآمنت بي إله مخلص أبتديت أكتشف أنه في إجابة واحدة فقط وهذه تيجي من الكتاب المقدس اللي نحن بنأمن به ما فيش إجابات كثيرة هي إجابة واحدة الخلاص واحد الطريق للخلاص واحد الإيمان واحد الروح اللي بيسكن فينا هو روح واحد والإله اللي بنأمن فيه هو إله واحد هذا السبب من الأسباب اللي عجبتني فيها فكرة العنوان خلف الهضاب في نفس الوقت أحب أني أنا ألفت انتباه أعزائي المشاهدين وخصوصاً أحبائي في السعودية صلاتي لكم إنكم تدوا هذا الكتاب فرصة وتشوفوا إيش اللي فيه خلف هذا الهضاب اللي كانت مانعانا إنه نحن نوصل للحق والحقيقة ونعرف الرب يسوع مخلص لنا إنه انظروا خلف هذا الهضاب ويعطوا هذا الكتاب الفرصة علشان تجيكم الإجابات اللي هي دائماً إجابات واضحة إجابات صريحة إجابات ما فيها أي نوع من الاختلاف أو التغيير أنا أذكر لما كنت أتسائل كان في آية في القرآن يلفت لي انتباهي لها دائماً الإمام أو زملائي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم في الواقع الكتاب المقدس يحبك أنك تسأل الرب يسوع طلب من الرجال الدين الفرسيين اسمهم في الكتاب المقدس أنهم يفتشوا الكتب ليش؟ لأنك لما تفتش في الكتاب لح تكتشف أن الكتاب هذا كله بيأكملوا من أول صفحة لآخر صفحة يتكلم عن خلاصنا واحتياجنا للرب يسوع اللي هو الوحيد اللي يقدر يديني أنا ويديكم أنتوا فرصة للصعود للسماء ومش بس أي فرصة فرصة مضمونة للصعود للسماء بمعنى آخر لما أنا آمنت بالسيد المسيح سار عندي اقتناع وإيمان تام بإني أنا مكاني حيكون في السماء بعد ما أموت وبعد القيامة وأحياناً الكتاب المقدس يعلم أنه فيه لو الرب يسوع قرر يرجع اليوم في بعضنا ما لح أصلاً يلوقوا طعم الموت أساساً لأنه لاحيجي ويخلصنا ويغيرنا إلى حياة مقدسة أو نكون في حياة المجد لكن أنا أتكلم الآن معاكم كمؤمنين أيضاً حياتنا في المسيح هي عبارة عن حياة سفراء يعني أقصد أننا بنمثل المسيح بنمثل الكتاب المقدس وتعاليمه بنمثل كنيسة المسيح اللي هي جسد المسيح الكتاب المقدس بيعلمنا لازم تكون حياتنا حياة لها معنى يلفت الانتباه للي حوالينا الكتاب المقدس بيعلمنا أن الناس اللي هما مو أتباع المسيح يسمى في الكتاب المقدس العالم إحنا كلنا عايشين في العالم كلنا حوالينا في ناس مؤمنين وفي ناس غير مؤمنين حتى لما كنت مسلم كان في حوالينا ناس بيأمنوا في الإسلام وناس ما ينبقوا الإسلام لكن الآن أنا عرف طعم الإيمان الحقيقي الإيمان الحقيقي هذا ييجي من تعليم الكتاب المقدس كلام الله اللي هو غير محرف كلام الله الصادق كلام الله اللي هو منبع الحقيقة والحق علشان كده لما أنا أكون مؤمن بهذا الكلام مؤمن بالمسيح لا بد أن حياتي تكون لها معنى لها رسالة فيها نوع من التشبه بالمسيح لكن مو تشبه اللي أنا أقصده أنه تشبه يعني أدعي بإني أنا إنسان مؤمن أو أدعي بإني أنا من أتباع المسيح أو أنه يكون في نوع من التمثيلية بالعكس الحياة اللي أنا أقصدها هي حياة القداسة الحقيقية الحياة اللي بتمثل المسيح بكل صورها أنا عارف بعضكم حيقول طب ليه أنا حياتي لا تزال زي ما هي قبل ما جيت للمسيح أأكد لك أخي العزيز وأختي العزيزة التغيير إلى صورة المسيح ما يحصل في يوم وليلة لكن التغيير إلى صورة المسيح بيحصل باستمرار لو أنت عندك الإيمان الصادق في أن هذا التغيير لا يحصل وعندك الاستعداد أيضا بأنك تسلم حياتك كاملة للمسيح إحنا لما نيجي من خلفيتنا خصوصا الخلفية الإسلامية لما نجيت أنا جبت معايا كل تفكيري الإسلامي حبيت أعرف كيف أني أنا أرضي المسيح بالصلاة وبالصوم وإيش الأشياء المفروضة علي من ناحية العبادات ومن ناحية العادات والتقاليد وما إلى ذلك لكن اكتشفت في النهاية أن المسيح الداني حرية ما عد فيه هذه القيود الشيء الوحيد الذي مطلوب مني أني أنا أكون عبد لو هو فقط علشان كده مثلا أنا فخور جدا أني سميت نفسي عبد الفادي لأنني أنا عبد لو هو هو اللي فداني وهو الوحده يستحق أني أنا أكون عبد لو لكن العبودية للمسيح ما هي عبودية تعلمني الخوف بالعكس عبودية المسيح هي عبودية علمتني الراحة والسلام والأمان والطمأنينة والثقة الثقة التامة بإني أنا لحطلع السماء السماء يعني لحطلع الجنة لحكون في الجنة في محضر الرب يسوع إلى الأبد هذا هو اللي سوالي هو المسيح وعلشان كده الشيء المطلوب مني أنا أن حياتي تكون رمز له هو تعبر عن من هو المسيح طلب من أتباعه أنهم لمن يحبوا بعضهم البعض العالم لح يعرف قال لهم العالم لح يعرف أنكم أنتوا أتباعي ليش؟ لأنكم بتحبوا بعضكم البعض المسيح علمني أن أنا أحب أعدائي المسيح طلب مني أن أحب أقربائي والأقرباء هنا يعني الجيران أيضا أنا عارف في الإسلام كنا نعتبر أن الجاري هو سابع جار يعني من أول جار لجار رقم سبعة أنا المفروض علي الآن أني أنا أتعامل معهم بالإحسان وأنني أنا أعاملهم معاملة كويسة وأنني أنا أهتم بهم وباحتياجاتهم للأسف ما كنت حتى أعمل كده لكن المسيح بيقول لي جارك هو كل واحد كل إنسان تقابله هو قريبك في الواقع الكتاب مقدس يعلمنا في سفر من أسفار الكتاب مقدس اسمه أعمال الرسل في الإصحاح أو في اللي هو الجزء رقم سبعة عشر فيه نسميه إحنا إصحاح في الإصحاح سبعة عشر في عدد أو في آية ستة وعشرين سبعة وعشرين الكتاب مقدس يعلمنا أننا كلنا أقارب لأننا كلنا جينا من أب واحد اللي هو آدم أنت طبعا موافق معايا في هذا الشيء كلنا مولودين من آدم ومن حوى كلنا أقرباء معنى كده أنه مطلوب علي أنا الآن أنه نهتم بأقربائي لكن أرجع وأقول مرة أخرى أنا كإنسان مؤمن حياتي لازم تعبر عن المسيح وهذا هو المغزى من هذه الحلقة اليوم والحلقات التي ستتابعها كلامي سيكون عن حياة القداسة في البداية أحب أن أبدأ أقول ما هي الأشياء التي تمنعني أن أظهر حياة القداسة في حياتي حياة القداسة الحقيقية طبعا لا يمكن أن أنا أوصل لها بس بحجة أني أنا مستني الرب يتعامل معايا ويغيرني لا الرب ما لح يعني يعمل لي هذا الشيء مجرد أن أنا أنام وأصحى وتغيرت المطلوب مني أنا أن يكون فيه عني إيمان وإيمان بثقة بأن روح الرب اللي ساكن فيها هو اللي حيغيرني ويكون عندي استسلام تام من أحلى الأشياء التي تعلمتها في المسيحية أنه الاستسلام بالفعل هو الاستسلام للرب يسوع والأعامل للروح القدس في داخلي كنت أنا أفتكر أني أنا كمسلم أني أنا استسلمت لالله لكن بالرغم من كل الاستسلام اللي كنت أنا أدعيه لنفسي كان لسه في نوع من حب الشهوات أحب أسوي سيئات دائما أدعي بأني أنا صلاتي وصومي والأعمال الحسنة اللي بيسويها هي اللي حتسبب أنه الله يغفر لي هذه الخطايا اللي أنا بيسويها أو هذه السيئات اللي أنا بيسويها لكن للأسف كلها ما نفعت ليش؟ لأنني أنا كنت بتتبع شريعة والكتاب المقدس يسميها برضو الناموس لو أنا مجرد أن أنا أتتبع ناموس سوي كده لا تسوي كده اعمل كده لا تعمل كده ما لحي تغير فيها شيء ليش؟ الناموس فكرة أو الشريعة فكرتها فقط تعرفني أن أنا لو غلط أو ما غلط لكن هذه ما ستغيرني وتخليني إنسان قديس معنى قديس يعني أن أنا إنسان عايش حياة صالحة ممثلة للمسيح أو أني صورة تبقى الأصل من المسيح نفسه وهذا الحياة طبعا ستتجدد باستمرار يوميا لو فعلا أنا هذا هدفي أن أنا أوصل لهذه قمة حياة القداسة لكن زي ما قلت الشريعة ما تغيرني اللي يغيرني هو الإيمان بالفعل أن المسيح والروح القدس اللي ساكن فيها لح يغيرني فهذه الأشياء اللي هي أحيانا بتخلينا إحنا كمؤمنين نعتقد أنه إحنا ما إحنا قادرين نعيش حياة القداسة ليش؟ لأنه إحنا المطلوب مننا أنه إحنا نسوي جهد معين أو أعمال معينة علشان نوصل لهذا الهدف بمشيئة الرب في الحلقة القادمة لح أكمل بالكلام في هذا الموضوع أنه كيف نقدر نوصل لحياة القداسة كيف أن أنا أقدر أعيش حياة قداسة حياة ممثلة للمسيح ونحن نتكلم على بعض الأمور اللي بتخدعنا إحنا نفسنا وبنفتكر من خلالها أنه نحنا يا إننا قادرين نعيش حياة حياة القداسة هذه حياة الصلاح لو تحب تسميها أو أننا إحنا ما إحنا قادرين نوصل لها لأسباب كثيرة طبعا كل هذه الأمور اللي حتكلم عنها أمور بتخدعنا إحنا بتخلينا نحس أننا ما إحنا قادرين نوصل لهذا الهدف والقمة هذا الهدف اللي هو أننا أكون صورة طبق الأصل لسيدي ومخلصي الرب يسوع المسيح أشكركم على استماعكم والربي بارككم إلى أن نلتقي مرة أخرى معكم أخوكم عبد الفادي ترجمة نانسي قنقر